أكد وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس دعمه للشباب والرياضيين وكلما من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرات الشباب وينمي مهاراتهم وقضاء أوقات فراغهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الشباب والرياضة خالد الخليفي ومدير مكتب الشباب والرياضة بعدن الكابتن وجدان شادلي لمناقشة البرامج الخاص بعمل مكتب الشباب للعام الجاري والموازنة المقترحة وطبيعة الفعاليات والجهات والهيئات المشاركة كما أكد لملس على أهمية الاهتمام الكامل بالرياضة في عدن والترتيب الجيد لإقامة أنشطة رمضانية على مستوى المدريات والأحياء السكنية والعمل المشترك على إقامة ملاعب كرة طائرة في عموم المدريات بواقع عشر ملاعب في كل مدرية خلال الفترة القليل القادمة